اشتركوا في القناة كتباع وكتستخدم في جميع المدن والقرى ومن المؤكد أن للعلاجات الطبيعية فوائد كثيرة ولكن بشرط أننا نعرف كيفاش نستخدمها بطريقة لمندروش بها رسمة ولتحقيق هذه الغاية صحة بايمة كتطلع لكم سلسلة جديدة حول الأعشاب الطبية والنباتات التي توفر عليها المغرب وطريقة الاستخدام ديالها مع الدكتور عبدالعزيز الشرقاوي إحيائي وباحث في مجال أعشاب الطبية والعطرية لقد يعرفنا بداية على الطب البديل للجذور دياله والأهمية التي لم يكتبها خاصة بعد جائحة فيروس كورونا نستمع جميع خلال عشرات السنين الأخيرة اتجاه العالم إلى ما هو طبيعي وأصبح يبتعد قدر الإمكان عن المواد الكيميائية المصنعة والمركبة في المختبرات وفي هذا الاتجاه انطلق ما يطلق عليه بالفلاحة البيولوجية أي الخالية من كل إضافات كيميائية يشك في استعمالها على المدى الطويل واشتهرت من توجات هذا التوجه البيولوجي وبدأت تكتسح السوق وتحقق أرباحا كثيرة لمنتجيها إذا أمعنا النظر نجد أن جل الأدوية الصيدلية نفسها تحتوي على مواد طبيعية جلها نباتي مما يبين أن أصل الدواء من الطبيعة أو من تركيبات مستخلصاتها فلما نقول الطب البديل ننسى أنه هو الطب الأصلي الذي اعتمده الإنسان في حياته منذ عصور بعيدة وقد توصل الإنسان إلى هذا الكم المعرفي في مجال التداوي بالأعشاب إما عن طريقة ملاحظته لسلوك الحيوانات البرية عندما تكون مريضة أو مصابة بجروح أو لها فيزيولوجيا خاصة تؤثر على سلوكها أو على سبيل الصدفة أو بالتجربة وكانت هذه المعرفة تمر بالممارسة اليومية العائلية والجماعية من جيل لآخر حتى جاءت الطرق الحديثة التي بيّنت أن هذه الأدوية التي تحتوي على مواد طبيعية لها خاصيات أي أنها تتمتع بمدة صلاحية يصيبها عند انتهائها التلف بحيث يمكن أن تصبح سامة أو لا مفعولة لها ورغم أن مدة صلاحية الأدوية تكون منكورة في العلب والقارورات فإن الظروف المحيطة بها يمكن أن تفسد هذا الدواء قبل أوانه من حرارة ورطوبة وقد علم الجميع أن تلقيح كورونا المستجد لما تم اسمعه استوجب حرارة معينة تتراوح ما بين 8 درجات من أوية إلى ناقص 80 درجة وهذا يدل على أن المواد البيولوجية متقلبة والاحتفاظ عليها من الحرارة المفرطة والرطوبة واجب ولا ننسى كذلك أن التداوي والمعافة تتم عبر جرعات معينة حيث تدقق جرعة الطفل والمرأة الحامل ومرضى السكري ومرضى القلب والمسنين والردع ولا ننسى في هذا المجال أن الصيدل اكتشفت مواد حاملة للمادة الفعالة حيث كان الطب الأول يعتمد على الماء والخل والعسل كحامل للمواد الفعالة بعدما أدرجنا هذه الخاصيات للدواء إن هذه الأعشاب طبية والعطرية التي نريد الاستفادة منها والاستشفاء بها تستوجب حذرا أكبر حيث أن الأدوية تحمل عادة مادة أو مادتين فعاليتين زائد المادة الحاملة ليكسيبيون أما المواد نباتية الطبيعية أو المزروعة فهي تحمل عشرات المواد لكل منها دوره وعلى هذا المنوال وجب علينا أن نعطي أهمية لطرق الاحتفاظ بالأعشاب وكذا الجرع وطرق الاستخلاص وجميع ما يتعلق بسلامة استعمالها إذن نستنتج أن هذا علم قائم بذاته ولا يجوز لمن لا يتقن هذه الصناعة وله المعلوم من علمها بالضرورة أن يتعاطى لشفاء الناس والمس بصحتهم وحتى نكون عند حسن ظن المستمعي لهذه السلسلة أي سلسلة الأعشاب الطبية والعطرية سنتناول في المستقبل النباتات المشهورة عندنا في المغرب منفردة ونذكر الخاصيات التي تميزها عن بعضها والأضرار الجانبية التي من الممكن أن تلحقها بالمستهلك عند عدم مراعاته لظروف استعمالها ترجمة نانسي قنقر